جميل نتكلم عن الغلاف وإحنا كنا لسه شايفين صورة للكتاب حالا تكلمنا شوية كده عن الغلاف شكله بسيط شكله واضح شكله مفهوز زحمة هو الكتاب بالصدفة هو الكتاب اللي الصورة على الغلاف دي صورة فندق شوبرد القديم وشوبرد القديم ده تحرق في حريق القاهرة في يناير 1952 الفندق ده كان يعني مشهور عالميا جدا يعني واخد شهرة كبيرة جدا وحتى لما تحرق المنطقة اللي حواليه كانت مرتبطة فيها مجموعة فنادق ومرتبطة بالنشاط السياحي يعني فيها أماكن مكاتب سياحة وكلام من ده نتيجة احتراقه انتقلت الخدمات دي لمنطقة التحرير وحتى فندق شوبرد اتبنى واحد جديد جنب اسم رميس اللي هو حاليا يعني الفندق ده يعني يعني التاريخ الأرض بتاعته ترجع لأكتل فوق المئة يعني لغاية للحملة الفرنسية حتى قال فكان ده قصر ألف بيه والحملة الفرنسية نابليون قاعد فيه كما كان قصر وعمل مقر القيادة للحملة فيه وتطور بقى الأمر الجي محمد علي سكن فيه ودال بنته وحكاية طويلة انتهت انها بقى جزء منه فندق وهو مكانه حاليا في شارع الجمهورية في الجزء اللي فيه اللي هو ببنك المركز الجديد مع مرتين مع محطة بنزين وهم دول خط على نصف شارع الألف هو ده مكان فندق شوبرد اللي هو تحرق ده ترجمة نانسي قنقر